نهاردة حبيبتي هقول لك ازاي ترجعي اي اخدار دابلان عندك اي اخدار انا هعمل بعاكي في الفاسولية تجربة كدهوت ونشوفها بعد عملي فاسولية دابلانة هنرجحها طازة واي اخدار عندك بقى تاني تقدر ان تتعملي بنفس الطريقة زي ما احنا سبعين اهوت بصوا سبعين السود طبعا كانت دابلانة خالص رجعتها طازة تبقوني عشان تشوفوا معايا ايه هي الفكرة فكرة سهلة وبسيطة جدا الحبيبي وزي ما احنا سبعين السودة هو طول عبالة بخاراتها يعني طازة فالة تبقوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في الليف مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي دوقتي بقى ايه حبيبي الفكرة سهلة وبسيطة خالص تعالوا بينا كده نصلي على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام اه هقول لكم ايه اللي حصل يعني انا خرجت كده من 3 ايام قلت بقى لنا اشري خضار فجبت الحاجة وبعد ما جبتها فحطيت الفاصولية وبعد شوية حاجات تانية في التلاجة وجيت بقى تعبت فما كنتش قادرة ان لنا اعمل اي حاجة فزي ما احنا شايفي كنت اجابها طازة ومية مية يعني فبس دبلت بقى ايه في التلاجة كده هوت كنت احطها في العلبة في التلاجة من تحت وزي ما احنا شايفيه فاصولية دبلنا خالص دلوقتي طيب اعرجحها بقى طازة زي ما شوفنا كده في اول الفيديو بفكرة سهلة وبسيطة ايه جدا وتقدر يتعبلي في ايه اخدار عندك يعني جبت اخدار قاعد عندك في التلاجة كب يوم مش قادرة أتعبلي ايه اا او جاي بخدار ياما وجبت تعمتي فبندحط عليه مية بنجيب اه بنغطي بقى بالميا يعني بتجيب المية وباخداده بقى بقى جابة من الحلفية وبعد كده بغطي بقى المية خالص كما نشاهدون هاجيب شفشاة تاني بردو وحط بردو على الفاصولية شفشاة تاني من المية اخذ الفسوليه دي افضي بقى المياه عشان اعيز ان اغطيها خالصة اغطي فسوليه تبابا وبعد كده هاخد الفسوليه دي ودخلها في التلاجه بتحطيها لمدة ساعتين في التلاجه من تحت على حسب تبريد التلاجه عندك لو بتسقع جامد ممكن تاخد ساعتين او ساعة كماء وحتلاقيها رجعت اللي هي طازة فممكن تحطيها اكتر من ثلاث ساعات وبعد كده هتلاقيها اللي هي رجعت معاك طازة لكنك لسا جايباها يعني الفسوليه طازة فدوقتي تقدر تعبيني هل ينفع في الفسوليه بس؟ لا ينفع في اي حاجه تانية زي ما احنا شايفي لهوت اي حاجه كوس اي نوع خضار عايزة اللي انت ترجعيه طازة فبتعبيني لدفس الفكرة او حتى بس لو جايبها ملوخية كمان ملوخية نعناع اي حاجه ودبلاءنا الاوراق دبلانة فحطيها برضو في علبة وغطيها بالمية دخلها التلاجة اول ما تبدأ المية تسقع كده والخضار فيها فبيبدأ اللي هو يرجع تاني تازة زي ما احنا شايفين بص الفسوليه هتلاقها بقى اللي هي ايه رجعت طازة ونشفة ويعني حلوة جدا بس طبعا على فكرة لو انت عندك الخضار دبلان وفيه مثلا فسوليه فيها اصفر كده فطبعا هي هترجع معانك طازة بس عايبها لون اصفر برضو الخضار اللي هو مفهوش اسفرار يعني ولسه محتفظ بالخضار متاعه بيرجع خضار طازة اكدك لسه جايباه دلوقتي حالا وزعب احنا سبعين السوتة هوت زعب احنا سبعين رجعت الفسوليه اكدها لسه جايباه دلوقتي رجعت فسوليه طازة جميلة جدا فكرة ديت فكرة سهلة وبسيطة هترجعي اي اخضار عندك الاخضار طازة وجميل جدا طبعا الطريقة سهلة وبسيطة فكرة سهلة وبسيطة جدا ودروقتي بقى ايه قلت بقى قبل بطبخ الفسوليه واعمل الغداء فقلت بقى ايه اللي انا احطها ورجحها طازة فقلت بدم يعني معمل الفسوليه او كده فقلت لا انا اصور معاكل بقطع دهوت عشان انتو تستفادوا بالفكرة وبعد كده اعمل بقى الفسوليه ونشوف مع بعض ايه اواركو برضو انا بعملها ازاي برضو بطبخة ازاي ازاي باحنا شايفين بس حبيته للبقطع ده يبقى لوحده عشان تستفادوا كبير اللي هو يظهر في البحث اليوتيوب ولسه تستفاد اكتر بالفكرة فكرة سالة وبسيطة ساعات ساعات بنجيب خضار كتير ساعات بنحطه في التلاجة ساعات الفريزر مثلا يكون مليان حاجات فبنترى نحط الخضار تحت يعني في التلاجة فبيرجع خضار يدبل معنا فدي فكرة رهيبة اللي انت ترجعي خضار طازة حتى لو قعد تلات اربعة ايام قعد معاك اسبوع في التلاجة حيرجع معاك اكدك لسه شريا زي ما انت شايفة هوت وزي ما انت سامعين الصوت حتى لو عبالة بقطعوا سامعين الصوت دلوقتي طبعا اكد يعني الفاصولية راجعت اكدها لسه جايباها وطبعا كانت الاول كانت دبلانا خالص وطرية كانت طرية خالص يعني راجعت نشفة كده هوت وأكدها لسه جاي حالا دلوقتي انا دوقتي خلصت الكمية كلها حبيبي زي ما احنا شايفينها هي ودوقتي بقى ايه طبعا هي الكمية ديات بالنسبة لنا ياما فانا هتبخها على مرتين يعني فانا هاخد جزء واحتفظ بيه في الفريزر وبعد كده هوت حبدال انا اعمل النص التالي طيب الجزء اللي انا هحتفظ بيه في الفريزر لو عايزة يقعد معاك فترة اطول فبتجيبي شوية ما يبتغليه وبتحط عليهم يعني نصب علاءة صغيرة بكربولاتو السوديوم ولما المية تغلي بتبدأ تنزلي بالفاسولية ديات فيها لتعايزة تشيلها في الفريزر لمدة بفيش دقيقة او اقل من دقيقة بس بعد كده بتطلعها تحطها في مية برده وبعد كده بس بيها لما تصفي ميتها وتحطيها بقى في اكياس وتحتفظ بيها في الفريزر فتعود معاك فترة طويلة دي كده طريقة تغزين الفاسولية اللي انت تشليها في الفريزر وتعود معاك الفترة طويلة انا حامل نصها بنفس الطريقة اللي انا قلتلكم عنها والنص التاني حنعملوا بقى ايه سوركم فيديو تاني بقى ونوركم ازاي اللي انا مدبخة وطبعا طريقة سهلة وبسيطة واتمنى انتو تكونوا استفادتم حبيبي بالفكرة النهاردة ازاي اللي رجع الخضار الدبلان لخضار طازة اه فضلا وليس امر الحبيبي اه ما تنسوش كده لانتو تشجعوني وتدعموني باللايك لان اللايك عيخلي اليوتيوبر يفعل الفيديو ده في الاقتراحات ويظهر لناس تانية اللي هي تشوف الفكرة دي لان هي فكرة جميلة جدا وفكرة رهيبة بصراحة لان طبعا يعني في ناس الحاجة لما بتتبل عندها خضار لما بيتبل عندها فبتقول خلاص ما ينفعشي فبتتخلص منه وهو يعني ينفع ينفع اللي انت ترجعيه طازة زي ما شوفنا وطبعا انا مارضتش اكتب الصوت بتاع الفيديو وطبعا انتو كنتو سمعين صوت مية كدهات شغلة كنت عمالة باخصل برضو يعني كنت عمالة بشغلة غسلة كانت بتملة وقلت بقى لانا اصور معاكم الفيديو برغم اللي انا لما باجي اخصل يعني ما بحبش لانا اصور فيديو ويتعرض بالصوت يعني عشان معملكمش ازعاج يعني اي فيديو بينزم في القناة فبضطر لانا اكتب الصوت على اساس اي حاجة انا بعملها في المطبخ يعني ما اعمل لكمش ازعاج بس اتمنى لتتكونوا استفدتم شكرا للمشاهدة حبيبي السلام عليكم